اهلا بكم ابراج هذا اليوم الاحد الموافق الثالث والعشرين من تشرين الاول اكتوبر هذا اليوم ثلاثة وعشرين الحد الفاصل بين الميزان والعقرب مرات يجي من البداية يعني من الساعة واحدة الفجر يعني عقرب ومرات يجي الا بمنتصف اليوم او ربما بنهاية اليوم فبالتالي مولود هذا اليوم يحتمل الخارطين ان تكون ادنى خمسة ستة تسعة اذا كان ميزان ادنى خمسة ادنى خمسة ستة تلاثة اذا كان ميزان خمسة تسعة تلاثة اذا كان عقرب بالتالي هذا المولود يكون حائر دائما في خياراته في اقاعه بالحياة لكن السم المميزة اللي هو الذكاء تركيز العالي والقدرة بحسم المواضيع خلينا ايضا اليوم مثل ما نذكر انه مساء هذا اليوم ستنتقل شعة الشمس الى برج العقرب المائي اذا نهاية الانحطاط التكوين لدى اصحاب برج الحمل وبداية انحطاط التكوين لدى اصحاب برج الجوزاء وما ننسى نذكر انه الامور قد تتجه الى اوضاع جديدة القمر هذا اليوم في برج الميزان وبالتالي يعني تهيلان يولد هلال لشهر جديد خلينا نروح الى توقعات الابراج لاصحاب برج الحمل بداية ممكن تكون متذبذبة ومتقلبة لا تزال بحاجة الى ثقة تأكيد انه الوضع اصبح مطمئن وهذا ما يتحقق اللاخ لليومين القادمين ان شاء الله اذا الان انت في مرحلة الانفاق المالي او الحصول على ايرادات مالية ربما جيدة الثور وانت يعني تجتاز الانحطاط الثاني للتكويني لثلاثين يوم عليك ان تراعي الشركاء العاطفيين ان تراعي الشركاء الماليين نفسيا قد لا تكون مهيئة لكن هي هذا الوقت يعد الامثل والافضل للزواج اذا تزداد فرص الزواج لدى اصحاب برج الثور وقد يقترن باصحاب السرطان او العقرب او ربما الدلو او ربما الجدي ايضا اصحاب برج الجوزاء في هذا الوقت تحديدا بداية مثل ما ذكرت الى فترة انحطاط تكويني ستين يوم من الان عليك ان تنتبه لكل صغير وكبير الضغوط راح يكون عالي جدا ليش لانه يتواجد المريخ في برج الجوزاء ايضا الزاوية المؤشرة ليست زاوية جيدة زاوية سلبية مقدارها 150 درجة بالتالي هذه الزاوية راح تعيق كثير من تحركاتك او قد تحملك مسؤوليات او انه تجد نفسك انه انت في حالة من التوتر لذلك كن منتبه لهذه النقطة السلطان بداية لحياة جديدة يعني نصفها بالعاطفية بالمهنية بالمالية من يعاني مسألة للانجاب ومشاكل في الانجاب هذا الموضوع ممكن انه راجع طبيب وممكن انه يبدأ دوره من الان تتناسب مع المقياس الفلكي التكويني بالتالي ربما يحق نتيجة اكثر من 95% الروح لابرج الاسد بداية لوقت سلبي بداية لمتغيرات بداية لمضايقات تكون في الجانب المالي في الجانب العائلي في الجانب المهني كن حجرا بهذا الاتجاه اذا ننتقل الاصحاب برج العذراء بداية جيدة للانتقال الاسكن سفر اذا تغييرات ربما ترويحية تشعر ان الوقت فيه نوع من الراحة النفسية بعد مزيد من ربما التحرك من مكان لاخر والبعض ربما يحصل على اقامة في مكان جديد الميزان ربما تتجه بوصلتك باتجاه المال الأعمال لكن قد تبدو بمزاج ليس بالرائق وهذا طبعا لك انت انتبه له وانت ايضا مزاجك متقلب كثيرا العقرب بعد ضغوط كثيرة بعد ازعاجات متكررة ومتتالية حان الوقت كي نوقف هذه الامور اللي ازعجتنا نفسيا وان نبدأ بتصعيه الاوضاع مهنيا عاطفيا نفسيا وما يهمنا هو الارتباط العاطف الآن اصبح في حالة عالية جدا لدى اصحاب برج العقرب القوس بداية ليست مريحة بداية طبعا قد تكون انه هناك ضغط لكن هذا اليوم يوم جيد يسمح بالتنقل بالتحرك بالتلقي دعوات في مجالات ربما عاطفية اجتماعية انسانية اذا هو وقت هذا اليوم جيد ومشجع الجديد وقت يضعنا في حالة من ربما المواجهة مع رئيس العمل او ربما احنا نبدأ في مساء العمل او نكلف بمهام جديدة وايضا ربما هناك سفر يعني بعيد اصحاب برج الدلو في وضع يعني مريح هذا اليوم اتصالات خارجية نتلقاها ممكن نسافر ممكن نقدم على فيزا او ربما على هجرة لكن بشكل عام الاجواء راح تبدأ تضغطنا تدريجيا اخيرا اصحاب برج الحوت فترة ربما لمصرفات مالية او زيارة ارباحنا المالية فترة ربما ايضا القادمة ايجابية جدا ومشجعة وتاخذنا نحو انطلاق اعلى وربما القيام بسفر خارجي او البعض يرغب بالقيام بهجرة اكيد الله اعلم بذلك مشاهدين عودل الزملاء لكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة